أم وورية الأمير التركي بن سلطان إلى المثوى الأخير وكان في صلاة الجنازة اليوم عدد كبير من رجالات الدولة والإعلام والرياضيين برنامج كورة يعني يواصل اليوم الثاني الحديث عن الأمير التركي بن سلطان الشخصية العزيزة جدا على قلوب كل الرياضيين وكل الإعلامين وعلينا احنا في كورة تحديدا كان شخصية عزيزة علينا جدا وجدنا من هذا الرجل كل محبة وكل دعم نشوف التقرير عن صلاة الجنازة في موقف مهيب وجمع غفير توافد منذ وقت مبكر أدى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي صلاة الجنازة على صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سلطان نائب وزير الثقافة والإعلام والمشرف العام على القناة الرياضية حشود كبيرة أصحاب سمو ووزراء مسؤولون وإعلاميون ورياضيون مواطنون حضروا من كل مكان ليلقوا نظرة الوداع على فقيد الإعلام والرياضة هكذا هم العظماء في لحظة الوداع الجميع أبى إلا أن يشارك في التشيع كانت الألسنة تلهج بالدعاء والقلوب تعتصر ألم والعيون أغرقها الدم في جامع الإمام تركي بن عبد الله كان الوضع مختلفا كانت العبارات تسابق الأنفاس فمن كان بيننا بالأمس هاهو يودعنا اليوم إلى جوار ربه ومن كان يرسم بابتسامته ملامح المحبة والنقاء هاهو يؤكد الغياب الدنيوي عبارات العزاء انطلقت وعلى صوت الدعاء للفقيد بالرحمة فوداعا تركي بن سلطان وداعا صاحب القلب الكبير وعزاؤنا الوحيد في فقدك هو تلك الجموع التي حضرت لتؤكد محبتها لك رحم الله تركي بن سلطان وأسكنه فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون عبد الله أولا نقول رحم الله صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سلطان إنسان قدم لوطنه ما يتمنى كل إنسان صادق أن يقدمه لهذا الوطن العزيز السمو الأمير سلطان رحمه الله تركي رحمه الله كان أحد الرياضيين خارج الملعب من خلال القنوات الرياضية مؤخرا قدم شيء جميل جعل من القنوات الرياضية من قنوات منافزة ونترحم على السمو ونقول نعزي إسرته في وفاته معنا على الهاتف صاحب السمو الملكي الأمير نواب بن فهد رئيس العام لرعاية الشباب مساء خير سمو الأمير عظم الله أجرك أهلا وسهلاك تركي وعظم الله أجر الجنية أجزاكم الله خير والله يرحمه ويغفر الله يعني حقيقا كان طبعا لا شك وقع الموضوع فاجئ على الجميع وعلينا كأسرة له والأسرة الرياضية كلها الحقيقة الإعلامية والرياضيين عموما رحمه الله وإن شاء الله جعل ما قدم لوطنه ولعمله في الإعلام وإن شاء الله أن الله يجزعنا كل خير والحقيقة لا نملك في مثل هذه الأوقات للدعاء له جميعا إن شاء الله بالمغفرة وإن شاء الله ندعو له إن شاء الله أن الله يخفف عنه ويرزقه إن شاء الله بجنان النعيم إن شاء الله آمين يا رب العالمين صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل بن فاد رئيس العام لرعاية الشاب شكرا جزيلا لك أبو عبد الرحمن إن لله وإن إليه راجعون أتصور أن وفاة الأمير هي بعد الحمد لله وشكره هي فاجعة جديدة من فواجعنا الرياضية في هذا الموسم فقدنا أكثر من شخصية رياضية لكن بالتأكيد أن شخصية الأمير هي أحدى الشخصيات الرياضية التي لا يمكن تجاوز حقيقة تجاوزها بي حال من الأحوال الرجل قدم عمل في قناة حكومية يشار له بالبنان قدم لنا القناة الرياضية بشكل مختلف عما كانت عليه سابقا عراب القناة الرياضية جز التعبير هو رجل حقيقة يعني مررت على كثير من الصحف اليوم وأقرأ عن مؤثر الرجل وعن مواقف الرجل وجدت حقيقة شخصية ربما أنا لا أعلمها وكثير من الناس لكن في النهاية هذا قلواء الله قدره فنحمده على ما قدر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يكون الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء من الناس لهذا الرجل وأن يغفر لأموات المسلمين جميعا تتوقع إيش الأثر المقبل على على القناة الرياضية السعودية شوف القناة الرياضية بدون شك أنها هناك إطار واضح للقناة وخطط مدروسة ومعمول فيها في الفترة الحالية أنا لا أتصور أن الرجل غادر موقعه دون أن يطمئن على هذه القناة سواء من حيب توظيف الرجال والمسؤولين في السير بها قدما أنه لما أن تضع خطة مستقبلية واضحة المعالم ثم بعد ذلك تبدأ في التنفيذ أنا أعتقد أنه لن تفقد القناة بريقها ولن تخفض بأي حال من الأحوال خاصة أننا نتحدث عن قناة مدعومة من الدولة وخاصة نتحدث عن شخصية أيضا لها خبرتها الإعلامية الكبيرة كصاحب السمو الملكي الأمير تركي ومن هو تحته أنا أعتقد أن القناة ما أسس فيها بالأمس سيبقى غدا وبعد غد نتمنى حقيقة محافظة على هذا المجز والله بالتأكيد يهمني حقيقة محافظة على هذا الإرث الذي تركه الأمير تطويره بالتأكيد العمل أيضا بنفس المنظومة بنفس الفكر المواصلة مع الجميع والتواصل مع الجميع أنا أعتقد أن القناة قادرة على ذلك في ظل القيادات الموجودة حاليا فاصل قصير بعد فاصل نعود لمواصلة الحديث ترجمة نانسي قنقر